الطرف الآخر المعطل اللي تحدثت عنه طرفين معطلين شارع وصيرت معطل في مجلس النواب برأيك المعطل في مجلس النواب على هذه القرارات المحكمة اتحادية هل يسعى لعقد جرسة بالبرلمان وتشكيل حكومة؟ يقول ما سرح قبل فترة قبل هذا القرار؟ طبعا هو مستمر في الدعوة لهذا الأمر ولكن أطراف عديدة في الإطار أعلنت بأنه لا يجوز تجاوز التيار الصدري بدون التفاهم هذا سبب تهدئ إلى ما بعد الأربعين؟ هذا أكيد هو هذا سبب نحن قلتها أكثر من مرة لا جلسة بدون تهدئة الأوضاع لأنه سنرجع إلى الشارع ونرجع إلى هذه القضية لأنه انقسام حاد انسداد هم حسب تعبيرهم صار انسداد هذا الانسداد علاجة هو إعادة الانتخابات وحل مجلس النواب بس لكن كيف وبأي آلية؟ ما لقنا باب ولا طريقة أجل الباب أجلت الباب أستاذي أنا راح أقول لك ياه حتى مرة سؤالتها شونا هذه المبادرة قلتها مبادرة شخصية نريد ورقة ضامنة ملزمة للجميع وهي هذه الورقة بلا حوار نذهب إلى مجلس النواب يشكل حكومة مصغرة ذات مهام محددة تحديد موعد انتخابات حل مجلس النواب وموازنة لعام 2023 مع فكرة سيد مسعود البرزاني باحترام النتائج لا نظل إحنا كلما تطلع نتيجة قالوا هاي شنو مزورة وما مزورة تطلع طلابات لأن جبناها من 2005 لحد هذا اليوم حتى آخر انتخابات قالوا هاي مزورة يعني روح رح نرجع للروح الرياضية والديمقراطية وصلا